خلينا نقول دي فايدة الصيام احنا قلنا انه هو بيطلع كل السموم ومحتاج اداة يبتدي بقى ايه يطردها بر فيجي هنا دور الحجامة لدكتور محمد عيسى هنكتلم عنها طيب نيجي لدور الصلاة الصلاة دي حاجة اعجاز علمي لقوا ان في كل حركة من الصلاة في عضلة بتتحرك في وطر في مفصل في اربطة بتتحرك في كل حركة والموضوع كله ما بياخدش اكتر من دقايق في الصلاة الفرد كله هياخد دقايق معنا وحركنا كل مفاصل جسمنا نشاطنا في دورة دموية بالضبط كده طيب لقينا برضو ان وضع السجود ده وضع السجود ده تعمل فيه بحث علمي رهيب جدا اخر حاجة اكتشفوا ان وضع السجود ده من الحاجات اللي بتعالج عرق النساء عرق النساء عرق النساء الانزلاق الغضروفي في الضهر وما يسر يسالوا على كرسي دول يا دكتور دلوقتي عادي الفقرات عندنا لا دي واحنا واقفين كده طب لما حنيجي نوطي ونفتح الفقرات دي بالشكل ده كده حنريح الفقرات عن بعض لقوا ان الكرفات بتاعت الضهر بتاخد اكتر شكل مريح لها والواحد ساجد بين اضربنا الفقرات دي بتفتح فالاعصاب اللي مضغوط عليها تبتدي ترتاح تاخد وضع مريح احنا بنطبق وضع السجود ده من احدى البرامج العلاجية عندنا في المركز الوضع اللي قاعدة ما بين السجدتين الوضع اللي قاعدة ما بين السجدتين هم فكرته هي ان انا باعد بالمقاعدة بضعت على رجلي على سمانة رجلي فابتدي اضغط على كل الشرايين والاوردة اللي في المكان ده فابتدي الدم اللي متراكم تحت ابتدي حركه فيبتدي يمنع لي اي جلطات بتحصل في القدم دي ابسط الحاجات يعني اللي احنا ايه توصلنا لها دلوقتي ولو فتحنا في الموضوع ممكن ناخد ساعات يعني عشان نلاقي شوان يعني معنى كده طب انا بس وحدتك بتتكلم بقول لها في ناس تقول لك لأ انا عضمي واجعني انا بصلي على كرسي لا لو عندنا مشاكل في الرجبة فعلا في الرجبة ما نعودش القاعدة اللي ما بين السجدتين طب خلينا نقول سريعا كده اللي عندهم مشاكل في الرقبة حاول ان انت بتتنيش رقبتك اكتر من 45 درجة سواء انت واقف بتبص لتحت سواء انت بتركع مش حابب تبص في موضع السجود يا دكتور بس يعني مش اكتر من 45 درجة بقى بريحة شوية بالضبط 45 درجة مش زاوية قيمة لا هي 45 درجة اكتر من كده انا بحمل على الفقرات طب وضع الركوع ما تنيش رقبتك الادام وضع السجود برضو ما تنيش رقبتك الادام في الفقرات القطنية حاول وانا بوطي اركع هو بس كلها المشكلة عندنا في الركوع وانا بوطي اركع لما اجي اقوم اعمل رجلي اتني ركب اللي اتنين وعملها زي سستة عشان اقوم بيها يعني انا دلوقتي جيت ضهري كده فجيت اركع فلما جيت اركع ضهري هو اللي وطه لما اجي اقوم ما اقومش بضهري برضو اما لو اقوم بايه اطلع بركبتك اوطني ركبتي الاتنين لتحت واروح اقايم بالركبتين ليه دكتور ده بي عشان ما حملش على فقرات الضحر ما حملش فيه اللي عندهم خشونا في الركبة ما نعودش القاعدة لما بين السجدتين بقيت الصلاة كلها متاحة وبسيطة وجميل الله المستعين يا ما فيش حد بقى لي حج جماعة بس برضو احنا بنشوف بشوف ستات انا بحسنهم متكويسين وبيروحوا الاسواق واشوفهم في سوبر ماركت فريرة بسحب